تحت رعاية صعدة وزير العمل وتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان أقامت منظمة العمل العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بجمهورية تونس الشقيقة دورة معايير العمل العربية لأعضاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي وقد أشاد الوزير حميدان بإقامة مثل هذه الفعاليات النوعية للتعريف بمعايير العمل العربية حيث تبرز أهمية بناء العلاقات المتوازنة بين طرفي الانتاج أصحاب العمل والعمال بما ينعكس إيجابا على مستوى الانتاجية والاستقرار والنمو في أسواق العمل مؤكدا في هذا السياق همية دور معايير العمل العربية والدولية خلال جائحة كورونا وذلك من خلال وضع الشروط وضوابط التي تحافظ على حقوق العمال وتضمن سلامتهم في مواقع العمل بالتوازي مع عدم الإخلال بمصالح صاحب العمل داعيا إلى المزيد من التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة للحفاظ على استقرار أسواق العمل وتجاوز الجائحة بأقل الأضرار بدوره نوه المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي لمطيري بأن معايير العمل العربية تأخذ في الاعتبار خصوصية أسواق العمل العربية في العديد من القضايا مؤكدا في هذا السياق أهمية لالتزام بالمعايير التي تكفل المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل على حد زواء وتعزيز بيئة العمل المحفزة والأمنة أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سيد يعقوب يوسف محمد على أهمية عقد مثل هذه المنتديات للتعريف بمعايير العمل العربية في إطار السعي المشترك لضمان تنفيذ القوانين والالتزام بالمعايير ذات الصلة بتوفير بيئة العمل السليمة والمشجعة على الإنتاجية للمحافظة على حقوق العمال بالدرجة الأولى وفقا للتشريعات الوطنية المتسقة مع معايير العمل العربية والدولية